بسم الله الرحمن الرحيم لنفهم هذا الدرس هناك بضع نقاط وعدة أهداف يجب أن نضعها في الاعتبار حتى نكون قد شرحنا الدرس بشكل كامل الهدف الأول هو أن نتعرف على مفهوم العزم ونحدد العوامل التي نتوقف عليها ومن ثم نستنتج قانون عزم القوة ثم نحل بعض التطبيقات ونتعرف على أهمية هذا الدرس في حياتنا العملية هناك بعض الكلمات قد تكون جديدة عليكم وهي عزم القوة ومحور الدوران وذراع القوة حتى نتعرف على هذه الكلمات هناك مثال في حياتنا العملية ومن حياتنا اليومية في بلدنا الحبيب سوريا هي حركة النواعير إن من أحد معالم بلدنا سوريا وخاصة مدينة حما هي نواعيرها الشهيرة إن في علم الميكانيك هناك نوعين من الحركات الحركة الانسحابية والحركة الدورانية الآن ما رأيكم بحركة النواعير إلى أي من الحركات تنتمي الإجابة إلى الحركة الدورانية فسبب الحركة هو العزم مفهوم عزم القوة حتى نتعرف على عزم القوة لدينا نسال عن نافذتين النوع الأول الشكل الألف وهي نافذة لنفتحها أو نغلقها نقوم بحركة تسمى حركة انسحابية أما النوع الثاني من النوافذ فهي الشكل B ولنقوم بفتحها أو أغلاقها نقوم بحركة دورانية نحرك طرف النافذة حول محور دوران يسمى فصالات أو محور دوران هذه النافذة إذن من خلال ما سبق نستنتج أن القوة في الشكل الألف هي حركة انسحابية أما في الشكل B فحتى نسبب الحركة نقوم بحركة دورانية أي أن الحركة انسحابية ما سارها مستقيم والحركة الدائرية هي مسارها دائرة الآن نستنتج من خلال ما سبق عزم القوة تعريف لعزم القوة وهو هام في حياتنا الدراسية وقد نسأل عنه في الامتحان أو أسئلة الدرس ما هو عزم القوة؟ عزم القوة هو الفعل التدويري للقوة في الجسم حول محور دوران ثابت يسمى ديلتا هذا المسلل الصغير يقرأ حرف ديلتا في اللغة اليونانية طبعا في حياتنا أو في الجسمنا المفاصل نقوم أو تقوم بحركة الجسم حركة دورانية وحركات متعددة وتساعدنا حركة مفاصل القدم على السير وهي حركة سحابية الآن الأشكال التي أمامنا نتعرف عليها من خلال ما أرفت محور الدوران محور الدوران في هذا الشكل عبارة عن مفتاح وعزق أو بلزال هنا محور الدوران وفي الدراجة والدولاب هنا يقع محور الدوران أما في الكرة الأرضية فإنها تدور حول محور يسمى محور الدوران العوامل التي توقف عليها عزم القوة نستنتجها أيضا من خلال تجربة أو مثال تطبيقي لدينا تجربة مؤلفة من بكرة وخيطهم الكتلة لا يمتط وأثقال مختلفة هذه الأثقال قد تقوم بلف البكرة وحركة البكرة والثقل هنا يمثل القوة ألف والبكرة تمر من محور يسمى محور الدوران تدور حول هذه النقطة الحمراء وهذا الثقل يمثل القوة وهذا الخيط الذي لا يمتط يساعد على عملية الحركة كلما كان الثقل أكبر كلما كان عملية الدوران أسهل وبالتالي العزم أكبر فإننا نستنتج أن عزم القوة يزداد بازدياد شدة القوة إذن أنه هما عاملين العامل الأول هو عزم القوة يزداد بازدياد شدة القوة أما العامل الثاني فهو عبارة عن محور عن ذراع القوة إذا أثرت قوة في جسم قابل للدوران حول محور ينجم عنه عزم دوران ما هو تعريف عزم الدوران؟ هو كمية فيزيائية تعبر عن مقدار القوة على إحداث حركة دورانية للجسم حول محور الدوران لنتعرف على جسم يدور حول محور الدوران وهو فتح الباب وهو من أهم استخدامات عزم الدوران السؤال الآن لماذا يوضع مقبض الباب بعيدا عن محور الدوران؟ لنتعرف الآن على بعض المعلومات ومن خلال هذا التعرف نصل إلى الإجابة على هذا السؤال لدينا مفصل الباب ومن ثم المقبض المسافة بينهما دي تعد هي ذراع الرافعة نطبق القوة F قوة الشد على مقبض الباب وبالتالي نستطيع تدوير الباب وكلما كان الزراع أطول كلما كان العزم أكبر وبالتالي يكون تدوير الباب أسهل أيضا عزم القوة يكبر كلما كان طول الزراع أكبر لاحظوا بين الفصالات والنقطة B المسافة D1 هذه الزراع الأول أما الزراع الثاني فهي D2 بين ما هو الفصالات والنقطة ألف D2 أكبر من D1 وبالتالي القوة نفسها سيكون عزم تدوير الباب في الشكل الثاني أسهل من الشكل الأول لأن الزراع أطول فنقول من خلال التجربة أن عزم القوة يزداد بازدياذ حامل القوة عن محور الدورات والذي يسمى ذراع القوة إذن كلما كان الزراع أكبر كلما كان العزم أكبر زراع القوة البعد العمودي بين حامل القوة ومحور الدورات ويرمز له بالرمز D هنا سنشرح تجربة مبين من خلالها أطول الزراع والقوة المؤسرة على الدورات من خلال ما سبق نستنتج ما يسمى قانون عزم القوة لكتابة قانون عزم القوة يجب أن نرمز الزراع بالرمز D وشدة القوة بالرمز F مما سبق نستنتج أن عزم القوة يتناسب طردا مع زراع القوة وشدة القوة تناسب طردا يزداد بازديادهما بازدياد القوة وبازدياد شدة القوة فالقانون هنا يقرأ لو قرأنا بالرموز قم هذا الرمز اليوناني قم هو عزم القوة يساوي الزراع D في القوة F أما الواحدات التي يقاس بها كل من الزراع القوة هي الواحدة الدولية المتر وشدة القوة تقاس وتقدر في الجملة الدولية بواحدة النيوتون فبالتالي عزم القوة تقدر في الجملة الدولية بالمتر النيوتون هناك اصطلاح تم تعرف عليه من قبل العلماء وسرى على جميع دارسي الفيزياء أن الجسم الدوراني عندما يدور بعكس عقارب الساعة فيكون موجبا أما عندما يدور مع عقارب الساعة فيكون عزمها سالبا هنا لاحظوا الدوران بعكس عقارب الساعة القوة F تشد بعكس عقارب الساعة فيكون العزم موجب أما إذا دار مع عقارب الساعة القوة F دورت الجسم مع عقارب الساعة فيكون عزمها سالبا هذا الاصطلاح هام ويجب أخذه بعين الاعتبار لأننا سنسأل عنه هنا نصل إلى تمرين محلول أو تطبيق محلول علينا حله مع بعضنا البعض ونستنتج من خلال هذا التمرين أن كلما كان الزراع أطول كلما كان العزم أكبر وتحريك أو فتح الباب أسهل أو تحريك الصامولة أسهل المثال أو التطبيق يقول نستخدم مفتاح صامولة طول زراعه 20 سنتيمتر هنا طول الزراع يرمز له بدي ويجب علينا تحويل السنتيمتر إلى متر هذه الملاحظة هامة لفك عزق الدولاب سيارة نؤثر بقوة شدتها 60 نيوتون عمودي على نهاية المفتاح ثم نستخدم مفتاح صامولة آخر طول زراعه 40 سنتيمتر أيضا نرمز له بدال ونحوله من السنتيمتر إلى المتر مفتاح صامولة قد يكون استخدامه قليلا نحن نقول له مفك جرة مفتاح جرة أو مفك شق وهكذا كل إنسان له اسم فأنا بالكتاب سموه مفتاح صامولة نؤثر بهذا المفتاح بالقوة السابقة 60 نيوتون نفس القوة على الذراعين المطلوب للحساب أي المفتاحين أسهل لفك العزقة وريمازة الحل نطبق قانون الأول قم واحد تساوي دي واحد بإف حولنا من السنتيمتر إلى المتر العشرين سنتيمتر تصبح 0.2 متر ضرب ستين وتساوي 12 متر نيوتون أما حزم القوة الثانية وهو الذراع الأطول 40 سنتيمتر قم اثنين تساوي دي 2 بإف هي 0.4 ضرب ستين نفس القوة يساوي 24 متر نيوتون نلاحظ أن العزم الثاني أكبر من العزم الأول وبالتالي فك العزقة في العزم الثاني أسهل من العزم الأول لأنه زراع أطول هنا نستنتج أيضا حالات ينعدم فيها عزم القوة هذه الحالات قد نسأل عنها متى ينعدم عزم القوة ينعدم عزم القوة في حالتين الحالة الأولى إذا كان إذا كان محور القوة منطبق على محور الدوران أطبق قوة على الباب حاملها يمر بمحور الدوران هنا أسئلة أو سؤال يمر معنا بالثمارين متى ينعدم عزم القوة إذا طبقنا قوة يمر محورها بمحور الدوران نجد أن العزم معدوم في هذه الحالة مهما حاولنا فتح الباب لا نستطيع الحالة الثانية حامل قوة يوازي محور الدوران لاحظوا الخط الأخضر حامل قوة يوازي محور الدوران فإن أيضا عزم القوة معدوم إذن ينعدم عزم القوة في حالتين والحالة الأولى إذا كان حامل قوة يلاقي محور الدوران الحالة الثانية حامل قوة يوازي محور الدوران هنا نشاط يمكن من خلال هذا النشاط أن نجد الحالة الوسطى C هي التي ينعدم بها العزم لأن القوة في شكل B ينعدم لأنه يمر من محور الدوران أما الحالة ألف فالزراع قصير ويقوم بتدوير الجسم مع خارب الساعة وبتالي العزم سالب أما في الحالة C فالزراع أطول ويقوم بتحريك الزراع بشكل أكبر وبتالي العزم موجب لأنه عكسها قارب الساعة هنا حالات أيضا عن حالات عزم القوة أمليذ فك دولاب السيارة وأيضا فك عزقة والبانسة أو الزردية يمكن فك بها أي صامولة كانت هذه أمثلة عن تطبيق العزم في حياتنا العملية من خلال ما سبق وتقدم نستنتج النتائج التالية وهي أهمة وهي تعد ملخص درسنا اليوم عزم القوة هو فعلها التدويري في الجسم يتوقف عزم القوة على عاملين أولا طول زراع القوة دال وهو بعد حامل القوة عن محور الدوران نين شد القوة المؤثرة على الجسم F وبالتالي قانون عزم القوة جمع يساوي DBF النتيجة النهائية متين عزم العزم لأن عزم العزم في حالتين إذا كان حاملها مرة بمحور الدوران أو موازيا له أعزائي الطلبة نقول بهذا قد أنهينا درسنا النظري وهو بعنوان عزم القوة إلى أن نلقاكم في درسنا قادم إن شاء الله تابعوا معنا وشاركونا القناة حتى أسركم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو حل تمارين درس العزم نبدأ بعون الله في السؤال الأول السؤال الأول يقول اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي واحد نقف عزم قوة حول نحو الدوران بالعلاقة أربع إجابات لدينا إجابة صحيحة وثلاث خطأ يختر مع بعضين البعض الإجابة الصحيحة هل هي الإجابة ألف قمة تساوي d تقسيم f أم الإجابة b هي قمة تساوي d بf أم الإجابة c قمة تساوي d زائد f أم الإجابة d هي قمة تساوي d نائس f طبعا عرفتم معنا الإجابة الصحيحة وهو قانون العزم الإجابة b قمة تساوي d بf أما السؤال الثاني فيقول وحدة قياس عزم القوة في الجملة الدولية هي إحدى الإجابات الأربع هل هي الإجابة ألف هي مثر بكيلو جرام أم الإجابة b هي مثر على نيوتون أم الإجابة c هي مثر بنيوتون أم الإجابة دال هي مثر على جرام طبعا جميعنا نعرف أن الإجابة صحيحة هي الإجابة c وهي مثر بنيوتون السؤال الثالث قوة شدتها 60 نيوتون وعزمها حول محور الدوران هو 1.02 هو 1.02 متر نيوتون فيكون طول زراعها فيكون طول زراعها هو أحد الإجابات التالية طبعا عبارة عن مسألة بسيطة يمكن حسابها بعمليات التحويل والقسمة هل هي الإجابة 0.02 متر أم الإجابة b هي 1 متر أم الإجابة c هي 2 متر أو الإجابة d هي 0.02 متر نجد الإجابة صحيحة بعد التحويل والقسمة هي 0.02 متر وهي الإجابة d أربعة قوة شدتها عزمها حول محور الدوران قمة نزيد شد القوة إلى أربعة أمثال ما كانت عليه فيصبح عزمها هو أحد العزوم التالية أي منها صحيح هل هو الإجابة 0.02 قمة أم الإجابة b هي 3 قمة أم الإجابة c هي 4 قمة أم الإجابة d هي 5 قمة الإجابة صحيحة نعم زدنا شد القوة أربعة أمثال فيصبح العزم أيضا أربعة أمثال وهي الإجابة c الصحية السؤال الخامس قوة شدتها f عزمها حول محور الدوران قمة نزيد شد القوة إلى مثلي ما كانت عليه ونقص طول الزراع إلى نصف ما كان عليه فيصبح عزمها أي من الإجابات التالية صحيحة هل هي الإجابة ألف قمة أم الإجابة b 3 قمة أم الإجابة c 6 قمة أم الإجابة d 2 قمة الإجابة صحيحة هي الإجابة ألف لأننا ضربنا القوة بالتنين وضربنا الزراع بنصف يمكن لاختصار 2 من المقام بسط مع 2 من المقام فيبقى العزم نفسه لا يتغير قمة نفسها لا تتغير أما السؤال الثاني أعزائي علينا اختيار الإجابة الصحيحة وإضاح الإجابة الغلط وتصحيح الغلط فنجد السؤال الأول يقول ينعذب عزم القوة إذا كان حاملها يلاقي محور الدوران الإجابة صحيحة ولا بحاجة إلى إضافة السؤال الثاني يتعلق عزم القوة بشدة القوة فقط هنا الإجابة غلط لأنه يتعلق بشدة القوة وأيضا طول الزراع فيجب علينا تصحيح الغلط أما السؤال الثالث يكون عزم القوة موجبا إذا استطاعت القوة تدوير الجسم بجهة الدوران أقارب الساعة الإجابة غلط لأنها يجب أن تكون حركة الدوران بعكس أقارب الساعة حتى تكون أو يكون عزم القوة موجبا السؤال الرابع يقول يمكن فتح الباب بتطبيق قوة حاملها يمر بمحور الدوران الإجابة غلط لأنه لا يجب أن يمر بمحور الدوران ولا أن يكون موازيا لمحور الدوران ننتقل مع بعضنا إلى السؤال الثالث والسؤال الثالث يقول أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي التفسير الأول توضع قبضة الباب أبعد ما يمكن عن محور دورانه هذا السؤال أجبنا مع بعضنا البعض عليه في الدرس خلال الدرس والإجابة تقول لجعل الزراع أكبر ما يمكن وبالتالي عزم القوة أكبر ما يمكن سؤال الثاني أو التعليل الثاني أو التفسير الثاني تكون شفرات العنفات لوئية ذات سطح ونصف قطر كبير التعليل لجعل القوة أكبر ما يمكن وبالتالي الحصول على عزم أكبر ما يمكن التعليل الثالث تقول نستخدم بكرة قطرها كبير لرفع الأفقال الكبير الإجابة لجعل الزراع أكبر ما يمكن وبالتالي عزم القوة أكبر ما يمكن التعليل الأخير نلجأ إلى استخدام مفتاح الصامولة عندما يصعب علينا فك الصامولة باليد الإجابة لجعل الزراع أكبر ما يمكن وبالتالي عزم القوة أكبر ما يمكن نصل إلى المسائل ولدينا مسألتين المسألة الأولى تقول ساق أفقية متجانسة طولها ألف بي تساوي 2 متر تستطيع الدوران حول محور أفقي ثابت عمودي على مستويها ويمر من النقطة بي ونؤثر عليها أربع أو تؤثر عليها أربعة قوى متساوية في الشدة كل من القوى تساوي 20 نيوتر F تساوي 20 نيوتر وتبعد النقاط ذات تأثير عن محور الدوران بالأبعاد التالية 2 متر 1.5 متر 1 متر 1.5 متر على الترتيب كما هو موضح في الشكل أعزائي هناك قوى أو هناك قوى تؤثر في نقاط بعكس عقارب الساعة فتكون عزمها سالب مع عقارب الساعة عزمها سالب وبعكس عقارب الساعة يكون عزمها موجب هذا يتوضح معنا أثناء الحل السؤال أو الطلب الأول المطلوب حساب عزم كل من هذه القوى حول محور الدوران وماذا نستنتج نحل الطلب الأول ونعود إلى الطلب الثاني الطلب الأول العزم الأول هو عبارة عن عزم موجب لأنه في نقطة يدور بعكس محور بعكس أقارب الساعة جمى واحد تساوي دي واحد بإف والزراع هنا كان صفر فاصل خمسة أي نصف متر ضرب عشرين شدة القوة الإجابة العزم يساوي عشرة متر نيوتر أما العزم الثاني فهو سالب لأنه يدور مع عقارب الساعة جمى 2 يساوي دي 2 بإف 2 ويساوي نائس واحد ضرب عشرين ويساوي نائس عشرين متر نيوتر العزم الثالث فهو موجب جمى 3 يساوي دي 3 بإف 3 واحد ونصف متر ضرب عشرين نيوتر يساوي الإجابة 30 متر نيوتر جمى 4 يساوي دي 4 بإف 4 ويساوي 2 متر ضرب عشرين متر يساوي 40 متر هذا بالنسبة للطلب الأول ماذا نستنتج؟ هذا استنتجنا أن هناك عزوم ذات عزم موجب وأيضا عندما يكبر العزم يكبر زراع يكبر معه العزم الطلب الثاني أسم وحصلت العزوم التي تؤثر فيها هذه القوى على الساق معا فنجمع العزوم السارب سارب والموجب موجب هذه الإشارة إشارة مجموعة أو تقرأ باليونانية إكسي قمة مجموعة قمة هي الأول زائد عشر نيوتون العزم الثاني نائس عشرين نيوتون العزم الثالث ثلاثين نيوتون متر نيوتون والعزم الرابع أربعين متر نيوتون فنجد بعد جمع الموجب وطرح السارب الإجابة مجموعة العزوم ستين متر نيوتون الطلب الثالث والأخير في المسألة الأولى يقول شدة القوى F فتحة التي تؤثر في النقطة ألف ويكون لها نفس الفعل التدويري للقوى السابقة عند تطبيقها على الساق مجتمع أي ما هو العزم الذي سنطبقه حتى يكون هذه القوى الملونة باللون الأحمر ما هي القوى التي تعاكسها حتى يكون العزم سارب أو ينعذي بالعزم هنا نقسم أو نجد أن F فتحة تساوي مجموع العزوم على طول الزراع مجموع العزوم مجموع قمة على دين تساوي ستين تقسيم اثنين تساوي ثلاثين متر نيوتون لأن الزراع لأن الزراع كما هو واضح من نقطة B إلى نقطة ألف تساوي اثنين متر فيجب أن نطبق F فتحة مجموع العزوم على طول الزراع والنتيجة F فتحة تساوي ستين على اثنين ثلاثين نيوتون هذه بالنسبة للمسألة الأولى والطلبات وهذه الثلاث ننتقل إلى المسألة الثانية تقول المسألة الثانية قوة عزمها اثنين متر نيوتون وزراعها صفر فاصل اثنين متر طبعا هنا عشرين سنتيمتر لكن لسنا بحاجة إلا للتوضيح والمطلوب احسب شدة هذه القوة لحساب شدة هذه القوة نطبق قانون نستخرجه من القانون الأساسي F تساوي جمع على دي وقمع هنا اثنين متر نيوتون على دي صفر فاصل اثنين بالحساب نضرع البصد والمقام بعشرة تصبح عشرين على اثنين والإجابة F تساوي عشرة نيوتون طلب الثاني نقص شدة القوة لتصبح نصف ما كانت عليه مع بقاء زراعها نفسها احسب عزم هذه القوة في هذه الحالة بعد الحساب نجد أن العزم يصبح عبارة عن واحد متر نيوتون بدل اثنين يصبح واحد لأننا قصنا شدة القوة إلى النصف والتالي عزم القوة يصبح أيضا نصف بدل اثنين متر نيوتون يصبح واحد متر نيوتون حزائي الطلبة إلى هنا نكون قد أنهينا تمارين درس العزم وهو الدرس الأول من الميكانيك والطاقة إلى أن نلقاكم في درس المستوجة نستودعكم الله واشتركوا معنا بالقناة ليصلكم كل جديد إلى درس القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر